السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة التعليمية في هذا الفيديو سنتعرف على جدولة مسك نقاط المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2020-2021 بالنسبة للفرض الأول في الأسدس الثاني أي الدورة الثانية سيكون سيبتداء من 22 من شهر مارس إلى 27 من نفس الشهر يعني تقريبا بعد العطلة إن شاء الله بعد العطلة البينية الأولى للدورة الثانية إن شاء الله سيكون الفرض والفرض الثاني إن شاء الله يبتداء من 10 من يونيو إلى غاية 16 من نفس الشهر وتبقى للأستاذي حرية الإختيار وبالتوفيق لجميع إن شاء الله